في أواخر شهر أبريل 2015 قرى الاجتماع التشاوري السادس عشر لأصحاب السمه والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجية قيام دول المجلس بتمرين أمني مشترك أمن الخليج العربي واحد على أن توقد نسخته الأولى في مملكة البحرين ومنذ ذلك الحين وزارة الداخلية البحرينية أخذت في الاستعداد والتجهيزات على كافة الأصعدة حيث شكلت اللجانة الإدارية والأدستية والإعلامية بإشراف مباشر من الفريق الركن مع علي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية توافدت طلائع القوات الأمنية الخليجية على مملكة البحرين جوا وبرا وبحرا وتوجهت تلك القوات والآليات والمعدات الأمنية إلى المقر الميداني لتمرين أمن الخليج العربي واحد وفي حفل افتتاح التمرين الذي أقيم يوم أمس الخميس أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين المفدى في كلمة وجهها للقوات الأمنية المشاركة أن التجمع الخليج الأمني يؤكد العزم والتصميم من أجل دعم الاستقرار والسلام وحماية الأمن في دول المجلس ضد مختلف التحديات الأمنية وأشار جلالته إلى أن تمرين أمن الخليج العربي واحد يعكس التلاحم الخليجي والإجماع على وحدة الهدف والمصير ويسهم في رفع مستوى التنصيق والتعاون الميداني عند الحاجة وكان الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية قائد التمرين الأمن المشترك قد افتتحت تمرين صباح أمس حيث استعرض حرس الشرف وتشكيلا رمزيا من القوات المشاركة في تنفيذ فرضيات التمرين كما شاركت في الاستعراض عدد من طائرات الشرطة والقطع البحرية ورحب معالي وزير الداخلية بالوفود المشاركة وقال إن هذا الحضور الأمن الأخوي يجسد روابط الأخوة بين دول المجلس ويمنح العزيم والتصميم في الحفاظ على أمن أوطاننا واستقرارها بعد ذلك قام معاليه برفع راية تمرين أمن الخليج العربي واحد إذانا ببدء أعماله ثم تفقد مركز القيادة والسيطرة والمرافق المساندة ومنها المركزين الإعلامي والصحي ويرى مراقبون أن الحضور الأمن الخليج الكبير عبر تمرين أمن الخليج العربي واحد في مملكة البحرين يؤكد أن دول مجلس التعاون صوت وفعل واحد في الرخاء والشدة وهي بمثابة الرسالة للأعداء والمتربصين بأمننا الخليجي بأن الأمن واحد والمصير واحد أيضا وفي نشرة سابقة أكدت سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس هيئة السيطرة بالتمرين الأمني المشترك أمن الخليج العربي واحد أكد أن هذا التمرين يشكل رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التفكير بتهديد أمن دول الخليج ومواطنها قدرة مملكة البحرين على تنظيمة هذه النوعية من التمرين عززت السقة لدى دول مجلس التعاون في سنورة هذه المهمة لمملكة البحرين لعقد أول تمرين مشترك أمني من هذا النوع وبهذا الحجم لا يخفى عليك أن لله الحمد الأجزاء الأمنية في البحرين على جاهزية عالية وسواء كالتجهزات الأمنية وكذلك الخبر الميدانية كل هذه لله الحمد يعني أعطت سمعة ونتج عنها ثقة لدى دول مجلس التعاون في تكريف مملكة البحرين في تنفيذ هذا التمرين وأن هذا التمرين يشكل رسالة واضحة لا لبس فيها لكل من تسول نفسه التفكير في تهديد أمن هذه الدول أو العبث فيها وفي مقدرات وكتسباتها هو ليس موجه ضد أحد ولكنه رسالة تبين جهود دول المجلس في حماية أمنها واستقرارها وقدرتها على هذا الموضوع وفي مكافحة الأرهاب وقدرت هذه الدول على صيانة ترجمة نانسي قنقر